السلام يا شباب، اليوم دي علمكم شو كنت تعملونا فورة مي قدام بيتكم بشكل خرافي اول شي بتجيبوا درجة الستون بتحطوا 3 اع شكل زاوية يسارهم 3 بلوكات ويسارهم 3 كمان زاوية من درجة الستون وهكذا يا شباب لحتى توصلوهم وتسووهم على شكل مربع بهذا الشكل بعدها بتجيبوا سلاب ستون يا شباب كمان بتحطوهم بالوسط 4 سلابات نرجع منجيب درجة الستون ومنحط الدرجات بهذا الشكل من كل طرف 3 درجات مثل ما يلا يراكم بالفيديو يا شباب لحتى تأخذوا منظر خرافي شغل عامكم سيريانو وبعدها متل ما يلاكم شايفين وزعلنا التربدوروت على الدائرة يا شباب من كل جهة تربدورين هلا بقى مندخل للنص منرفع ارتفاع 7 بلوكات منجي على البلوكة الثالثة منحط حواليها سلابات بيات الشكل فوق الاسلابات رح نرجع نحط درجات ستون يا شباب متل ما يلاكم شايفين وقدامهم 6 درجة كمان مقلوبة بيات الشكل وهلا بقى فوقهم منحط فوانيس باب الحارة ونطلع على اول بلوكة يا شباب كمان منعيد نفس الحركة سلابات وفوقهم درجات ولكن رح نحط هلا بقى مية يا شباب متل ما يلاكم شايفين بخمس بوكتات فوق ننزل لتحت نرجع منكمل المي بالزوايا وبالنص بوكت بالزاوية بوكت بالنص على الدائر متل ما يلاكم شايفين هون طلعت معنا المية يا شباب منساكرة ومنرجع متل ما كانت متل ما يلاكم شايفين هلا بقى منجيب وراء الضفاضع لحتى نزيم بركة المي هاي بهذا الشكل فبتمنى منكم تقيموا لي نافورة المي من عشرة بالتعليقات ولي ما وحكيك لي لايك لحد اللي أنا يحكي لي زر لايك مو مشاشي مشان صح تكون واذا بتفكر انت ويا تعدلي كم مرة قلت يا شباب سدعني ما رح يطلع معك لانه عندي خلطة سحرية بعملها بالفيديو مشان ما احدا يقدر يعرف كم مرة قلت يا شباب والخطوة الاخيرة يا شباب انكم جيبوا وراء الشجر على بعد بلوكتين عن الدرجات الستون متل ما يلاكم شايفين منحط وراء الشجر على الزوايا ومن كل طرف منترك ثلاثة بلوكات فاضية مشان حدا يدخل ويتفتل حوالي النافورة ويشمل له هوايات رائعة شغل عمكم سيريانو وهذا هو الشكل الاخير للنافورة يا شباب متل ما قلت لكم قيموا لي امن عشرة بالتعليقات واللي ما هم تابعني يتابعني فا ايزي مان ايزي